سلام عليكم حسنا الله وبركاته شباب ان شاء الله بخير فيديو اليوم راح يكون لجهاز الجالكسي اي تن ففيديو اليوم راح يكون فتح صندوق وتجربة للجهاز فهذا هو النسخة الثالثة من اجهزة الاي اللي متوفرة حاليا بالعراق وهذا هو ارخص جهاز من سامسونج حاليا متوفر اكو اجهزة ارخص منها لكن هي نسخ سابقة لسنين سابقة وهذا هو ارخص اجهزة سامسونج بالنسخ الحديثة لسنة 2019 فسعر هذا الجهاز 129 دولار راح نسوي فتح صندوق والستب وكل هذه الاشياء المملة وبعدها نجرب الجهاز لفترة ونقولكم عن تجربتنا لهذا الجهاز. اوكي شباب الان رجعنا لكم صار فترة استخدم الجهاز والان راح اشاركوا اياكم تجربتي لهذا الاستخدام. فبداية مثل كل مرة نروح للعدادات وبعدها حول الهاتف معلومات البرنامج. اصدار الاندرويد اللي على هذا الجهاز هو احدث اصدار موجود على جهاز السامسونج اللي هو الاندرويد ناين الاندرويد بي. وايضا واجهة المستخدم هي الونيو اي في نفس الواجهة اللي موجودة على الاي ثلاثين اي خمسين وحتى الجالكسي اس 10. فشي مبهر انه تكون احدث واجهة موجودة على الجهاز بهذا السعر. فايضا الميزات الونيو اي موجودة على هذا الجهاز. ايضا لو رحنا الى معلومات البطارية البطارية راح تكون على الجهاز للتالاف واربعمية ميلي امبير. لكن شاحن البطارية على هذا الجهاز تعذيب. فالشحن جدا بطيء وهو ما اقدر اوصف شقد بطيء الشحن على هذا الجهاز. راح نذكره بوقت لاحق من هذا الفيديو لكن الشحن على هذا الجهاز هو بطيء. ايضا لو رجعنا الى العناية بالجهاز وبعدها مكان التخزين. الان اه منصب اني على هذا الجهاز صار فترة استخدمة منصب عليه لعبة وبعض التطبيقات والمتاح عندي عشرين جيجا بايت لكن انت لما طلع الجهاز من الصندوق راح يكون عندك متاح اوها حدود ثين عشرين جيجا بايت بوينت خمسة او هذا الشي لما تطلع الجهاز من الصندوق راح يكون عندك ثين عشرين جيجا بايت من الثين وثلاثين الكلية. فالجهاز فى غ 루�تنا هو بثينان ثلاثين جيجا بايت الذاكرة داخلية وهذه هي النسخة الوحيدة المتوفرة حاليا بمنطقتنا واعتقد هي النسخة الوحيدة اللى موجودة. ايضا الرام راح يكون على هذا الجهاز فى واثنين جيجا بايت. واغلب الاحياء راح يكون متوفر عندك اقل من النصف جيجا بايت للرام. لان انا متوفر عندي خمسمائة ميجا بايت فهذا نصف جيجا بايت. لكن انا ما منصبه هؤية تطبيقات. لما تنصب تطبيقات اكثر وراح شوف انه الرام او المساحة المتوفرة راح تكون اقاد. فالرام اللي عليها الجهاز قليل. والافضل كان سامسونج انه تروح مع واجهة مثل الاندرويد ون انه يكون خام. لانه واجهته من الاساس تطلب رام عالي فما اعرف ليش ان يكون عليه. طبعا واجهة سامسونج رهيبة لكن ايضا بنفس الوقت الرام قليل فالمنطقي ان يكون عليه اندرويد ون مثلا. فكل احوال هذا هو النظام اللي عليه وهذا هو الرام اللي راح يكون متوفر. ايضا لو رحنا الى المقاييس الحيوية والحماية. فالان طرق الحماية بهذا الجهاز هي تعرف على الوجه وبقية الطرق التقليدية اللي هي النمط باسورد والبين وكل هذه الاشياء. فما راح يكون عندك بصمة على هذا الجهاز. اذا تلاحظوا من الخلف ما راح يكون اكو بصمة. فالطريقة الوحيدة اللي عندك هنا اذا تريد شي سريع ان يكون مثلا تعرف على الوجه لكن مو امن. فممكن نفتح بصورة. فبقية الخيارات راح تكون من نمط والرمز. فهذه الخيارات راح تكون بالنسبة لقفل الشاشة. الان مقدمة الجهاز راح يكون شاشة بحجم ستة بوينت اثنين انش. الشاشة اج دي. الان الشاشة اللي علىها جهاز هي تي اف تي. التي اف تي ببساطة هو نوع من الاي بي اس لكن من تطوير سامسونج. والاضاءة على هالشاشة جيدة. فما راح يكون عندك مشاكل بالرؤية. ايضا اضاءة جيدة بالنسبة لجهازي بهذا السعر. لانه هالشاشة مو املت ولا اي شي مميز. لكن بالنسبة لجهازي بهذا السعر الاضاءة جيدة. ايضا ابعاد شاشة جميلة ايضا بالنسبة لجهاز بهذا السعر. مثل ما قلت لكم هذا الجهاز سعر اقل من مية وخمسين دولار. فشي مبهر انه اطراف الشاشة على الجانبين الصغيرة. من الاسفر راح تكون اكبر. لكن جهاز بشكل عامل امام جميل. هو الجهاز لما استخدمتها توقعت انه ما يكون عليه سنسور خاص بالاضاءة. لانه جهاز بهذا السعر. ما هذا الاشياء بالغالب ما راح تشوفه. لكن بصور مفاجأة انه هذا موجود. سنسور خاص بالاضاءة موجود على هذا الجهاز. لما عرفت انه موجود توقعت انه يكون سيء. لكن ايضا مو سيء. فمو اسرع شي لكن مو سيء إبدًا بالنسبة لي جهاز بهذا السعر. فموجود صفوص خاص بالإضاءة ولما ما رح تنتقل من مكان مظلم مثلا إلى مكان بإضاءة رح يشوف الإضاءة والجهاز يعديل إضاءته حسب المكان اللي ينتبيه. فموجود عندك صفوص خاص بالإضاءة. السنسر الوحيد الذي لاحظته ما موجود هو sondern fo sok فما رح يكن يكون عندك Agriculture 접 selling على هذا الجهاز إذا كنت تستخدم مثلا الخرائط وهذه الأشياء ممكن يكون مهم إليك فما رح يكون موجود على هذا الجهاز. الآن خلينا ننتقل إلى الجهاز بشكل عام التصميم وكل هذه الاشياء. الان الجهاز من الخلف وبالاكمل من البلاسيك يطيق مظهر انه من الجزاز لكن هو جدا واضح انه من البلاسيك ان يكون بلمعة من الخلف لكن هو من البلاسيك بالاكمل. وهذا شي متوقع بالنسبة للجهاز بهذا السعر اكيد. بالاسفل راح يكون عندنا المنفذ يو اس بي عادي والشحن على هذا المنفذ جدا بطيء. ما اقدر اوضح لكم جد بطيء. فالتقريبا لما تشحن بساعة كاملة راح يكون عندك اقل من الخمسين بالمية حتى اقل من الاربعين بالمية بساعة كاملة فهذا هو سرعة الشحن على هاد الجهاز. ايضا الجانبه راح يكون منفذ للهيدفون. ايضا بالخلف راح يكون وهذا اسوأ مسمكن يتخلي به سبيكر. فالان لما تجي مثلا تلعب العاب بهذا الطريقة وتشاهد محتوى بهذا الطريقة والصوت راح يكون بالاتجاه المعاكس الك. فهذا هو اسوأ مسمكن يتخلي به سبيكر. غير هذا ايضا على اليمين سيكون زر الباور وزر رفع وخفض الصوت. مكان هم مزعج يكون بنفس المكان. لكن سامسوك مصرر بسلسلة اي بشكل عام يكون بنفس المكان على اليمين. ايضا على اليسار سيكون منفذ لاثنين شريحة سيم كارت وذاكرة خارجية بنفس الوقت. فسيكون عندك ثلاث منافذ بهذا المكان. على الخلف سيكون الكاميرا 13 ميجابيكسل كاميرا اساسية. فتحة عدسة 1.9. الكاميرا الامامية سيكون 5 ميجابيكسل. الان كاميرتي ما بيهن اي شيء مميز اللي تتوقعها بالنسبة للجهازة بهذا السعر سوى بالاضاءة الضعيفة او بالاضاءة الطبيعية. ما كو اي شيء مميز بالكاميرا تيام مثل ما قلت لكم. الكاميرا الامامية تستخدم الشاشة حتى تسوي لك فلاش مع الكاميرا. والكاميرا خال فيها صور فيديو بلقة فول اجدي على ثلاثين فرايم. فهذه هي الكاميرا بشكل عام. عندها كان مثل حركة الزوم لكن هي زوم ديجيتال مو زوم فعلي. فما كشي مميز به الكاميرات وما اعتقد احد يتوقع انه اكشي مميز بالنسبة للجهازة بسعر مية سعر عشرين دولار. لكن هي هاي الكاميرا. فمثل ما قلت لكم الكاميرا بالاضاءة الضعيفة سيئة. وبالاضاءة الاحتيادية ما رح تكون شيء افضل او ما رح تكون شيء مميز. فهذه هي الكاميرا بشكل عام. لا خلنا نحكي لكم عن الاداء بشكل سريع. المعالج اللي على هذا الجهاز هو الاكزينوس سبع تالاف وثمانمائة واربعة اثمانين. هذا هو نفس المعالج فعليا نفس المعالج اللي موجود بالجالكسي جي سيفن. وهو اه نسخة من المعالج اللي موجود بالجالكسي اي ايت لكن الكلوك سبيد متغيرينها فهنا الكلوك سبيد يصير اقل. فتنقل بشكل عام بالجهاز جيد. ما وجهت اي مشاكل. حتى لعبت اي بوب جي. ونحن نشعرها بوقت لاعق ايضا. الشي الوحيد اللي لاحظت انه مرات لما اجي اكتب الكيبورد يتأخر بالظهور. الان لو خليت مثلا هنا الصبعي. لا تلاحظون الكيبورد يتأخر. فهذا الشي الوحيد اللي لاحظت باداء هذا الجهاز بشكل عام. نجرب المراجعة الكاملة ونقول لكم اذا شفنا اي مشاكل. لكن اه اداء الجهاز بشكل عام اللي راح تتوقع بالنسبة لجهاز بهذا السعر. مثل ما قلت لكم المعالج هو نفس اللي موجود على جي سيفن فاذا متجربوا هذا الجهاز فممكن تعرف شن اللي تتوقع من اداء هذا الجهاز. ولما جيت العب مع اول تشغيل الاعداد الافتراضي اللي خلق الجهاز هو على متوسط. ولما لعبت اللعبة على هذه الاعدادات اللي ظاهرة الان على الشاشة. اداء اللعبة بشكل عام كان سلس. ما كان عندي اي مشاكل بالتحكم او اي مشاكل لاق. ممكن كان اكو جدا قليل لما اجيت احرك اللعبة بسرعة انه انا احاول انه القيء باللعبة او بالاداء. لكن بشكل عام كان اداء اللعبة جدا سلس على الجهاز. لما اتحاول ترفع اللعبة على اعدادات اعلى من الافتراضية راح تكون اكو جدا ملحوظة. لكن على مشاكل باللعبة. وهنا ما بتوقع صراحة من الاساس تشغل اللعبة على هذا الجهاز باي اداء مقبول. لكن ايضا اشتغلت. فهذا هو بصورة سريعة. اذا عندك اي سؤال خليني الياه اسفل هالفيديو بالتعليقات. فهذا هو النسخة الثالثة من سلسلة الاي اللي الان متوفرة بالعراق وعلى بالدول العربية. هذا اللي كان لها الفيديو. اذا اول فيديو اشاهد على قناتنا خلينا لايك واشتركوا القناة للمزيد الفيديوهات. شكرا على مشاهدة. شكرا في التقاني ان شاء الله.